من أجل مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بعملية التسجيل البيومتري فقد عقد وزير العدل حام الأختام وحقوق الإنسان أحمد محمد الحبو بصفته رئيس البعثة لجنة الوطنية لإستفتاع دستوري بولاية حجر لميسا بحضور حاكم الولاية ستجم سكسينويل اجتماعا موسعا مع عضاء اللجنة المكلفة بتنظيم الإستفتاع الدستوري بمحافظة الدبابة وذلك من أجل التعرف على عملية التسجيل البيومتري وكذا إقبال المواطنين لمراكز التسجيل الانتخابي هذا هو بعيد شروح مفصلة عن طبيعة العمل والظروف اللجستية المتعلقة بعملية التسجيل من قبل الفنيين شكر رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الإستفتاع الدستوري بالإقليم أحمد محمد الحبو أعضاء اللجنة الفرعية بمدينة بوكورو على جهودهم الجبارة نشكركم كثير بجهود كبيرة في بوكورو وحذف المحدد لكم دا خدمتو ونذكر بأن الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الإستفتاع الدستوري بالإقليم حذره أغلب أعضاء اللجنة الفرعية للمحافظات الأربعة لولاية حجر لميسا ترجمة نانسي قنقر